تريد اخير فستان تعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل شيء اهم شيء تفرجي واحدة واحدة وصدقيني تعملي اجمل من الفستان كل الي عليك بس دعيك الجميل والتعليق لاجمال واشتراك في القناة وهي هذا الحركة بتاعت الفستان الموجودة معنا في السورة تريد تقريبا اما حالكم وصلا بركاته ازايكم يا جميل جهور في الدنيا بصلا وعلى سيدنا احمد وعلى اليه والسلام جديد وصلا ومعبعه فستان جميل اوه قويم سهل وبسيط جدا طبعا بقالي فترة ومعادتش فيديوهات زي الاول كل يوم كنت منازل ثلاثة او اربعة او خمسة حتى الواحد مش محصلوله لاني كنت تعبانا شباية بس الحمد لله يرجعنا تاني وهنرجع وهنرجع ان شاء الله بساتين جميلة جدا وبطريقتها سهلة وهنحاول نسهل البطرون للناس اللي بتحبش البطرون وتكتئب منه كده احنا هنسهل المرادي وهيبقى سهل وبسيط اما حاجة بس اللايك الجميلة بتعليل اشتراك في القناة ويالله بنا يا جماعة نعمل احلى وااجمال بستان خروج بطرية سهلة وبسيط اما بعد وما رسمتش في البطنون الاساسي حبيت ارسمه قدامك عشان لاتر تشوفي الخطوات الجديدة اللي احنا هنعملها والخطوات اللي قبل كده عملناها وتشوفي اي جديدة اللي هنعملها في التصميم بتاعنا ده النهاردة اول حاجة خالط كده ان انا معايا هنا اا قطعة من الورق تمام كده دي زيها بالزبط زي قطعة القماش بتاعتك زي بالزبط قطعة القماش بتاعتك تمام كده ادي العرض اهو ادي الطول اهو ادي الطول وادي العرض تمام كده بشكل سهل قوي قوي وبسيط طيب دلوقتي فهنبدأ ان احنا نيجي من هنا وهنبدأ نقسمها على جزئين تعالوا بس كده واحدة واحدة طبعا عشان انا هعمل الامام فانا هخليها كده اهي بصوا اسمتها بالشكل ده وهي خليها بالشكل الجميل ده وعجيب المسطرة وهرسم بقى البطرون الاساسي عشان اواليك التعديلات وانا شخغالها في البطرون الاساسي نفسه تمام كده اول حاجة خالص يا جماعة هنبدأ نعمل كده ايه خط دوران اكبر حجم موجودة عندنا هنيجي من فوق هنا كده ونروح محددينه وبعدين هنيجي من هنا كده ونروح نزلين بطول الظهر الناس الجديدة معنا وبعدين هننزل باقي طول الظهر بنقسم طول الظهر على نصين هو معي عشرين مثلا طبعا افترض ايه فهبدأ ان انا نقسمه على نصين بالشكل ده وبعد مقسمته على نصين بالشكل ده هبدأ بقى ان ننزل من هنا نفس الطول من هنا كده ووصله بالنقطة اللي انا ايه عملتها دي اهي شايفه ازاي او خليه بقى نفس النقطة ثانية بس عشان عايزة عليك التصميم هيتعمل ازاي بصي ايه على نفس النقطة اللي انا ايه هعملها تعالوا بقى نحط قبل حاجة خلص دوران الوسط معنا ودوران السدر احنا الحد دلوقتي يعانتش اي حاجة تثبت ان ده بطرون اساسي يا دوب اعملت اكبر حجمي معي هنا اللي هو دوران السدر ورجعت احطيته هنا ورجعت احطيت الدوران الوسط تحت ورجعت احطيت طول الظهر بالشكل ده تمام وبعدين هنيجي من عند الجهة المفتوحة الجهة المفتوحة اللي هي بتبقى اهي المفتوحة دي هنبدأ نيجي من هنا كده نروح جايين ونحط مسافة اربعة سنتي وبعدين هنيجي من هنا ونحط مسافة تلاتة سنتي عشان نعمل حردة الرقبة بالشكل ده شايفة ازاي وبعدين هنيجي من هنا ونروح نزلين بمسافة واحد سنتي بالزبط عشان خاطر نعمل خط ميران الكتف خط بدون مقاس بنعمله كده ونروح نزلين بطول الكتف بتاعنا اللي هو ستة سنتي ونروح نزلين عليه شايفة ازاي وبعدين هنيجي من هنا نروح جايين كده وننزل على دوران السدر وبعدين هنروح تلعين من هنا اربعة سنتي بالزبط وبعدين هنخش هنا واحد سنتي وبعدين هنيجي من هنا كده ونروح عاملين حردة الجيرو بتاعاتنا كده. لحد كده احنا عملنا البترون الاساسي وتمام التمام. طب عايزين يا وريم تكسيم الوسط بالمرة. فانا هجسملك الوسط كمان بالمرة. ثانية واحدة نجسمه. هو الوسط معنا تسعة سنتي. فاحنا هنجسمه من تحت اهو شايفنا شغالين على نفس دوران السدر. وبالشكل ده حطيت دوران الوسط مضبوط. لحد هنا تمام. وعملت البترون الاساسي والدنيا كلها تمام. وبعدين هنيجي من هنا بقى وندخل هنا ايه مسافة اتنين سنتي. مسافة اتنين سنتي كده. وبعدين هنيجي نروح نزلين لنفس المسافة دي بس نزبطها على الخطوط دي. شايفة الخطوط اللي في المسطرة دي ما نزبطها على اساسها. وندخلها كده على نفس المسافة. اهي شايفة ازاي? وبعدين هنيجي من هنا ونروح دخلين كده. طريقة سهلة وبسيطة اهي. احنا عملنا هنا ده مرض. ده المرض بتاعنا. تمام كده? وبعد المرض ده بقى عندنا هنا بنسة الوسط عشان خلالنا نعمل قصة البرينسس. هنبدأ ننصف دوران الوسط اللي هو تسعة سنتي. عمل نصين. وبعدين نروح تلعين بالزبط. مسافة ستة سنتي طول البلسة. وبعدين هنيجي هنا نصف سنتي. وهنا نصف سنتي. بحيث بقى الامامي الكتعة دي مغدالي. سنتي بالزبط والناحية التانية مغدالي سنتي يبقى احنا ايه? خدنا من دوران الوسط اتنين سنتي. هو تمنتاشر يبقى احنا خلنا ايه? ستاشر. تمام كده? طيب. وبعدين هنيجي بقى نيجي كده ونقلب بس ايه كده? انا عايزة بس او ريكي. او تعالي بالطول اي حاجة عادي. وبعدين هنبدأ ان نحاول كده ان احنا ايه? خط مرشد كده للناس المبتدئة معنا. خط مرشد. بتعمليها بالفرنش كده. خط مرشد كده بس اهو. وهنعمله اهو. من اول راس البنسة لحد القطعة بتاعة حردة الابت. فاحنا عشان نجيبها مزبوط هنيجي من هنا كده ونروح جيد. وده خط مرشد. تمام كده? بالشكل ده. عشان تعملي البنسة بتاعتك. تعالي بقى عشان نزبطها بالقلم الاسود. ونوصلها بالزبط بالقلم الاسود. بالشكل ده. وهنيجي من اول هنا ونروح عاملينها ايه? بنفس الحال ده دي. يبا احنا كده عملنا في قصة البرينسس. وعملنا في المرض البسيط بطريقة سهلة وبسيطة. هنبدأ بقى ان احنا نقص. محبه وريكي بس كل خطوة. عشان تبقى سهل بالنسبالك وما تستعجليش او ايه? تقولي لا انا ما شفتش دي. ولو في اي حاجة فاتتك ياريت ترجعي تاني من الفيديو. ترجعيه من الاول وهتشوفيه برضو ايه? الحاجة لفاتتك دي. تمام كده? واحدة واحدة. واحدة واحدة سليعة واحدة. نص يا جماعة دلوقتي هنبدأ نقص حردة الجيل بتاعتنا. او حردة القبط نخليها الكلام ايه? بوضوح كده عشان خاطر بس اوريكي التصميم في الاخر خالص هياخدنا لفين? وياخدنا بشكل جميل اوي. تصميم اجمل. تمام كده? تعالوا بقى نزبط الاجزاء بتاعتنا دي كل. بصوا يا جماعة دلوقتي هنبدأ ان احنا نقص البنسة بتاعتنا. من الطرفين طبعا هم فراخة. معنى ان انا فراخة ان انا اشيلها اصلا يعني اشيل الكطع دي وكطع دي. وهبدأ ان انا كمان اخد قصة دي معايا. عشان هي اللي فضلت خلاص بقى كده. تمام كده? وهنبدأ ان احنا نيجي كده ونروح مخدام. تعالوا بقى نشكل كل القطع الزيادة دي. وادي. نجم اليميل والجمب اليسار للفستين. تعالوا بقى نعمل ايه? نعمل المرض بتاعنا بشكل سهل وبسيط. ادي او القطع ايه? وبعدين نروح تانين تاني مرة. بالشكل ده ونروح ايه? نضبسينها كده. طبعا الناس كتيرة بعتتلي شغل على المازنجر. شغل المرض بالزادة. عملوه بشكل جميل جدا. يعني اتعمل فعلا بشكل حلو قوي. بشكل فعلا احترافي وجميل. اهم حاجة ان انت بس اتداري الخياطة. وما تبقاش باينة. وهي هتبقى شكلها ايه? جميل جدا وسهل قوي. طبعا كده يا جماعة دلوقت احنا خلصنا زي ما انت شايفة اهو المرض وقفلت. هابدأ بقى ان انا نقفل القصة. تعالوا نقفل القصة. ما تنسيش ان هنا كان فيه زاوية. فالزاوية دي انسحبناها. هنبدأ ان احنا نوصل من تحت الاول. تعالي بس واحدة واحدة كده من فوق ونروح جايين من تحت. ثانية واحدة. هنبقى من تحت الاول. بعدين هنبدأ ان احنا نكمل من فوق. ازاي يعني يا بريم يعني هنجيب كده عسلنا وعسلنا ايه? نروح جايين كده. بالشكل ده. شايفة ازاي? دي نزي اخد المسافة دي. اهي. بالناسبة بقى للخلف. فهمو علش ايه ايه تعدلات خالص الخلف. الخلف مجرد بس انك هتعملي ايه? انك هتعملي حردة الرقبة الخلفية. وهتعملي التكسيم الوسط. تخلي بالك قوي ان انت ما تعملوش على تسعة. طبعا تشتغليه. تشتغليه على كام? على تمانية. ليه? لان احنا اصلا مغنين هنا. بسبب البنسة اللي عملتها خدت بالزبط المسافة اللي انا نزودها. اللي هي المفروض الواحد سنتي او اتنين سنتي. تمام كده? ثانية واحدة. هدي قصة البنسة بس هنا المفروض تكفل. احاول ان نقفلها بدبوس كده بسيط. تعالوا نقفلها. بالشكل ده عشان تتقفل. بالشكل ده سهل وبسيطة. تمام? طيب دلوقتي عملت قطعة الاولى او الجنب الاول هبدأ اعمل الجنب التاني وارجع لك. بصها مع دلوقتي هنخلصت الامام. بالشكل ده. هنراخدها وسننعمل بقى الدابيت دلوقتي هنحتاجها. في ايه? هوريك يا حلم في ايه? بصي. دلوقتي هنبدأ ان احنا نعمل كأنها زراير بالزبط كده. عشان حطوهم على بعض واقفل بيهم التصميم. تعالوا بقى. هنبدأ نحط كده. هنبدأ نقفل التصميم من تحت. من اول تحت. وبعدين هنبدأ نقفله من فوق. ثانية واحدة. كده. 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 شايفت ازاي? اهو. تقالك بس هالزرار ده عشان خاطر الشكل بس يبقى ايه مزبوط. بصوا يا جماعة ودلوقتي قصة البلانسوس والمرض تعمل وكل حاجة تعمل. نقص بقى الجيبة والكم. فاحنا هنعمل الجيبة والكم. وبالنسبة للبطلون الخالفي. فهو بطلون عادي خالص زي ما انا قلتلك بس عشان الوقت. نعمل بس الجيبة. وهنعمل الكمة بعدها. او باقي الفستان هي مش جيبة هي باقي فستان. وبردك فيها مرض. وفيها مع المرض كولونيت. تعالوا اول حاجة خلص هنجيب كتر اللي احنا هنستخدمها للجيبة. وهناخد ضعف الوسط. ضعف الوسط. تعالوا بس كده واحدة واحدة. فانا هعمل لك نفس تصميم الموجود في الصورة. بس هنبدأ نقسم الورقة دي على نصين. ايا كان بقى النص اللي فيهم اكبر بس المهم من هما الاتنين يكونوا حوائق متسويين تقريبا. وهناخد القطعة الاولى بالشكل ده. هنجيب القلم والمسطرة. وهنبدأ ان احنا نعمل بقى الكولونيت بتاعتنا. قبل ما نعمل الكولونيت هنسيب اتنين سنتي للمرض بتاعنا. وهنعمل حسابه. ونروح نزدين كده بمسافة الاتنين سنتي عشان نعمل حسابه. وبعدين هنيجي بقى نعمل هنا الكولونيت بتاعتنا من اول هنا كده وهنسيب دي مسافة ونروح جايين بعدها بتلاتة سنتي. وبعدها هنيجي من هنا تلاتة سنتي. وبعدها هتبقى من هنا تلاتة سنتي. وبعد كده هتبقى دي اتنين سنتي عشان تكفي. وهنا اتنين سنتي. وهنا اتنين سنتي. تمام كده? دي هنسيبها هنسيب المسافة دي وهنشتغل في الوراء النقطة دي. اهي. وهنيجي كده ونحط النقطة دي على النقطة دي. مش رفل بس. فعلي بس. وبعدين هناخد هنا التانية دي ونحطها كده عليها. عشان نقفلها. من غير ما نقسها. مهم عندي هتبقى مظبوطة. وبعدين هناخد المسافة اللي بعدها دي. طبعا سيفت مسافة في النص. انا اصد عمل كده. اهي. تعالوا بقى نقيس. ثانية واحدة. ايس بقى. القطعة دي هتبقى بقى دي. فالقطعة دي بالزبط كده. لأ خلينا بلاش القصرة التانية دي. خليها كده مظبوطة. خلاص مش محتاجين احنا القصرة. لو احتاجناها نعملها عادي. وهنجيب القطعة الاولى دي ونبدأ نعمل المرض. بالشكل ده. وهنروح نثبته كده بالطريقة دي. بالشكل ده. وبكده احنا عملنا الباقي بتاع الفستان بتاعنا بس انا عملت كل ده واحدة. لان هي تلاتة سنتي. فانت رو عادي تعملي اكتر بتلودي ايه المسافة بتاعت الورقة بتاعتك او القمش بتاعك. تمام? في مسافة زيادة في مسافة زيادة. نعمل قصرة كمان اهي. نعمل قصرة كمان واحدة واحدة. اهي. تعالوا بقى نجيب دي. هنا كده ونحط المرض. على المرض. اهم حاجة ان المرض يبقى على مرض بالزبط. بصو. ثانية واحدة نفتح الفستان بتاعنا عشان نقدر منقفل بقيته منبحت. تعالي. وهنحط المرض ده على المرض من هنا كده ونروح نزلين. نوصلين كده بالشكل ده. في الزيادة طبعا هنا معي والزيادة دي ملحوظة. فانا هعمل في الزيادة دي ابقى. هروح مدخلها جوه. عايزة تعملي بها قصرة صغيرة. تمام. عايزة تسيبيها زي ما انا هسيبها كده ونخليها جوه. كويس عزة ده الفستان برضو تمام. تمام? بالشكل ده عملت القطعة الاولى من الفستان بتاعنا. وهنكمل الزرائر بتاعتنا. هعمل القطعة التانية وارجع عليك. بص يا جماعة دلوقتي عملت القطعتين. تمام? هبدأ بقى ان انا جيب الدبوس بتاعتي دي. واستخدمها في ايه? في ان انا نقفل الفستان زي ما موجود في الصورة بالزبط. هو مقفول من اول فوق كده. تعالوا نقفلوا واحدة واحدة. هنبدأ نهطه فوق الدبوس بتاعنا. بشاك ده. وبعدين هنبدأ ننزل تحت شوية. وهنبدأ نقفله. قربط بالطريقة دي. ايه? يعني كده بس. واحدة واحدة. وبعدين هنيجي بقى. من اول الفستان من اول فوق كده لحد تحت وهنبدأ نقفل فيه. ثانية واحدة. بس ثانية صوريالة كده عشان نعرف نمسكه. ونمسك قطعة اللي تحته. بالشكل ده. ثانية واحدة. ما هيجي بش اي حاجة فيها دبوس. او في شكل. تمام? وفي الاخر خالص الفستان بتاعنا اصلا موجود في الفتحة معمولة بالشكل ده. معنى ناسبوكم من الفتحة دلوقتي دي هاي ستفتحي فتحي مش عايزة خلاص. المهم ان هو اتعمل نفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. بالنسبة بقى للكم. فهنعمل الكم جمان بتاعنا. بطريقة جميلة قوي. سهلة وبسيطة. ثانية واحدة. هنجيب قطعة من الورق. وهنبدأ ان احنا نتنيها. نركب بطل بس تان كده على جامل. نبدأ ان احنا نتنيها بالشكل ده. وبعد ما نتنيها هنيجي كده واحدة واحدة. ونرفع كده. ثانية واحدة. طريقة دي. كم بتاعنا معمولة على نصين. فانا هعمله دلوقتي نزل على طول. مش محتاج ان انت تعمليه على نصين. تمام? وهبدأ ان انا اجي هنا. دوران الدرعة ثمانية سنتي. بالشكل ده. وبعدين هنزل بطول الكم. وبعدين هنزل هنا انزل اربع سنتي بالزبط. واروح طلعة من هنا اتنين سنتي. او مسافة الورقة لان ما تسبت لهاش مسافة لاتنين سنتي. وبعدين هبدأ انزل. واروح نزل لو عاملة حردت. كم بالشكل ده. واروح عاملة الاسورة بتاعتي. طبعا الكمة تعامل بطريقة سهلة. بوسيطة. عايزة دقيقة الاسورة بتضيقيها. عايزة تسبيها واسعة بتسبيها. عايزة نفس الكمة الموجود في الصورة. هو هو نفس اللي انا عملته ده. بس الفرق انك هتقسميه من هنا من نصين. وهتفصلي الورقة دي وتجيبي ورقة تانية اكبر منها. تبته تعبليها القصرات لحد ما توصل معك نفسها ايه? اتمحى حجم بتاع الدرعة ده. تمام? ثانية واحدة. واريكي بس الشكل البستان ما في الداخل خالص بعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة قوي قوي قوي. فعلا بس نركب فيكم. ثانية واحدة نركب الكم. بطريقة سهلة وبسيطة. ازاي ما متعودين. من هنا كده. ونبدأ نتني من هنا. نلوح الهين كده. طوال الفستان ده. اعمل حاجات كتير ازاي عملتك حاجة ازاي حاجة مش حاجة واحدة. هبدأ انا نركب من ناحية تانية نفس الشيء. الثانية واحدة. معين ما عندي نوير كب. نفس الهيكاية. طبعا انا بقول للناس الجديدة اللي جاية معنا في القناة يا ريت. راجع على المنتجة بتاع القناة لان انا بعمل في استطلاعات رائي. واستطلاع رائي ده بيبقى كل يوم فستان فساتين شكل. بنختار من الفساتين بتاعة استطلاع رائي تلاتة. اكتر تلاتة جايبين اصوات لنبدأ ان احنا نعملها. تمام? بالشكل ده. ثانية واحدة بس نتركب ده زي ده. عشان ده مختلف شوية عنه. بتاعنا نركبه زيه. اهو كده. طريقة دي. تمام? طبعا تركيب الكومي مش كده. انا بل كده جبت تركيب الكومي. انا بس كل حكاية انا بسبت الكومي معي. عشان خاطر ما ايه. ما يحصلش في اي مشكلة ولا اي حاجة. ومش اخر خالص شكل الفستان بتاعنا اهو. ثانية واحدة. بصوا يا جماعة باخر خالص شكل الفستان اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. اهم حاجة بس اتفرجي واحدة واحدة وصدقيني يا تعملي اجمل من الفستان ده بكتير. كل اللي عليك بس اللايك الجميل والتعليل اجمل واشتراك في القناة. وهي دي يا جماعة الحركة بتاعة الفستان الموجودة معنا في الصورة. بصوا يا جماعة اتعمل ازاي? نفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك. كل اللي عليك بس اللايك الجميل والتعليل اجمل واشتراك في القناة. كل سنواتو طيبين يا جمال الجمهور في الدنيا مع تحية تعليم الخاطئة ومريم أحمد يا رب يكون تصميم سهل وبسيط وعجبك كل سنواتو طيبين في أمان الله يا رب يكون تصميم سهل وبسيط كل اللي عليك بس اللايك والتعليق والاشتراك كل سنواتو طيبين في أمان الله مع تحية تعليم الخاطئة ومريم أحمد